الحكومة تونسية تدعو مواطنيها للتبرع لصندوق مكافحة الإرهاب وسبسي يساهم براتب شهر بعد أقل من أسبوع للهجمات الإرهابية على مدينة بنغردان دعت الحكومة تونسية مواطنيها للتبرع لصندوق مكافحة الإرهاب وجاء في بيان للحكومة أن رئيس الوزراء الحبيب الصيد دع أيضا أعضاء حكومته وكبار موظفي الدولة إلى التبرع بيوم عمل لفائدة الصندوق وأضاف البيان أنه حث موظفي وأعوان الدولة وسائر المواطنين على الانخراط في هذه المبادرة دعما للجهود الوطنية في مقاومة آفة الإرهاب مبادرة كان الرئيس التونسية الباجي قايد السبسي أولى المشاركين فيها وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية فإن السبسي زار مركز البريد في وسط تونس العاصمة لتقديم راتب شهر إلى هذا الصندوق مشيرا إلى أن ما قدمه مشاركة رمزية لدعم المؤسستين الأمنية والعسكرية ودعا السبسي جميع التونسيين في الداخل والخارج لدعم جهود الدولة في حربها ضد الإرهاب